طلبة أوكرانيا قابل للتطبيق لإدماج هؤلاء الطلبة في مسارة دراسية منها مسارات وطنية ومنها أيضاً مسارات مع مجموعة من الدول يعني الشريكة منها هونغاريا ومنها أيضاً رومانيا سوف يتم كيفما قلت في الأسبوع الماضي سوف يتم قريباً الإعلان لأن الآن سوف نمر إلى مرحلة جديدة هي المرحلة التي نأخذ الملفات في الأول خذنا المعطيات عرفنا المطلوب منها شحال ديال الطلبة في كل سنة عرفنا بأننا عنا 2100 طالب في الطب في الصيدلة وفي طب الأسنان عرفنا بأنه عنا مجموعة ديال الطلبة في بعض التخصصات اللي ما فيهاش مشكل الآن بعد ما حددنا ومشينا بحثنا على مجموعة من الحلول الآن سوف نمر إلى المرحلة الثانية اللي هي المرحلة ديالوضع هذه الملفات لكي نبدأ في تحديد هذه المسارات موسيقى موسيقى